هنا أخون يقول هل صحيح أنه لا يجوز ويحرم تهنئة الآخرين في يوم الجمعة بأن نقول جمعة مباركة قبل مدة قلت لجاري جمعة مباركة وقال لي لا يجوز هذا الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب هنا لنأتي إلى كلمة جمعة مباركة قبل ما نقول الحكم حرام ولا حلال ماذا تعني كلمة جمعة مباركة؟ تعني واحدة من أمرين إما إخبار أو دعاء إخبار عندنا نقول أن الجمعة مباركة طيب هذا خبر صادق أم كاذب؟ أليست الجمعة مباركة؟ أليس الجمعة هو سيد الأيام؟ اللهم بلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أيامكم الجمعة فيه خلق الله آدم وإلى نهاية الحديث ولا تقوم الساعة إلا فيه فإذا قال جمعة مباركة فقد صدق إذن هذا إذا قلنا إخبار وإذا كان دعاء جمعة مباركة يعني الله يبارك لك بهالجمعة جعل الله ساعات الجمعة مباركة ما المانع من الدعاء؟ ما المانع من الدعاء؟ أليس الله تعالى يقول أدعوني أستجب لكم؟ الدعاء مشروع في كل وقت إن كان في الجمعة وكان في غيرها لا يحق لأحد أن يحجمه بوقت دون وقت فقول جمعة مباركة إن كان إخبارا أو كان دعاء فهو جائز ولا داعي لهذا التشديد الذي ليس له دليل